ما الذي يخبرك به لون بولك عن صحتك؟ هل تعاني من مشاكل في المتانة؟ أو أنك مصاب بالجفاف؟ طبقاً للعديد من الإحصائيات يقال أن البول يتكون من 95% من المياه أما الخمسة المياه المتبقية عبارة عن مكونات أخرى وهي تتكون من الصوديوم والكلوريد واليوريا والكرياتينين من المفترض أن اللون المعروف للبول هو اللون الأصفر ويقال أن اليوربيلين هو المسؤول عن هذا اللون وهو عبارة عن نفايات كيميائية بيولوجية تنتج من خلايا وكرات الدم في الجسد ولو كنت تسعى لمعرفة معنى لون البول فأنت هنا في المكان الصحيح فنحن هنا سنعرض عليك مختلف ألوان البول ومن الذي يعبر عنه كل لون عن صحتك لذا تابعنا حتى النهاية لكي تتعرف على معنى كل لون الشفاف قالت العديد من الدراسات أنه لو كان لون البول شفاف فهذا يعني أنك تعاني من رطوبة في الجسد وهذه لا تعتبر عملية تحذير لك بل تعني أن هذا ربما يؤدي لزيادة نسبة الأملاح في الدم مما يجعلك تشعر بالغثيان والتعب فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من جفاف بدرجة كبرى بل يعني أنك تشرب كمية معتدلة من المياه كما أنه يعبر عن أن جسدك في حالة صحية جيدة وأنك لا تعاني من الجفاف ولا من شيء لذا تابعنا حتى النهاية لتعلم إن كنت مصابا بالجفاف أم لا وما الذي يجب أن تفعله لو كنت مصابا بالجفاف اللون الشاحب لو كان بولك بهذا اللون فهذا يعني أنك تتمتع بصحة رائعة وتوازن فهذا يعني أنك تتمتع بصحة رائعة وتوازن في جسدك كما أن نسبة الجفاف معتدلة للغاية لديك كما أن المثانة الخاصة بك في حالة جيدة فلو كان اللون قريبا من الشفاف فهذا يعتبر تنويها على أنك تتمتع بصحة جيدة للغاية وتعتبر من أفضل المراحل الحياتية لك في المثانة لذا فحافظ على هذه الحالة واستمر في شرب نفسك 100% لأن جسدك حينها يعني أنك تتمتع بصحة جيدة اللون الأصفر كما ذكرنا من قبل لو أن اللون كان يعتبر من اللونان السابقين فأنت في حالة جيدة للغاية كما أن كل أعضائك تعمل بكفاءة لكن يجب أن تصاب بالقلق لو أن لون البول أصبح أكثر غمقا فلو كان لون بولك أصفر فهذا يعني إما أنك مصاب بالجفاف أم لا لو كان اللون أصفرا فاتح فلا تقلق فهذا يعني أنك مصاب بمثانة رطبة وجيدة طالما أن اللون فاتح أما لو أن اللون تغير وأصبح أقل فتحا فهذا يعني أنك مصاب بالجفاف أصفر غامق لو كان لون البول الخاص بك أصفرا غامق بدلا من أن يكون أصفرا فاتح فهذا يعني أنك إلى حد ما طبيعي ولكن هذا لا يعني أنك رطبة بل يعني أنك مصاب بنسبة جفاف مقبولة إلى حد ما فتذكر أنه كلما كان لون البول أكثر غمقا كلما كان هذا يعني أنك مصاب بالجفاف أكثر لو لاحظت أن اللون غامق عليك أن تقوم بترطيب نفسك وتشرب كمية كبيرة من المياه ولو لاحظت أن اللون يكون أغمق أكثر استمر في شرب كميات أكثر من المياه عسلي أو كهرمان لو كان البول الخاص بك بلون عسلي أو كهرمان فهذا يعني أنك مصاب بالجفاف بكمية كبيرة إلى حد ما ولو كان يتضح لك أن لون البول أصبح أكثر غمقا فهذا يعني أن كمية المياه في جسدك قليلة ويجب أن تقوم بشرب كمية أكثر من المياه لأن هذه علامة واضحة على أن جسدك بحاجة لكمية كبيرة من المياه حتى تشعر بتخصن واستقرار في المثانة لو كان لون بولك أحمر فهذا نذير خطر حيث أن الدم في البول يدعى بإسمه ماتوريا في بعض الأحيان يمكن أن يكون حميد وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون مرضا خطير كحصي المثانة أو حتى ورم في الكيلية أو حتى ربما يكون علامة على مشكلة خطيرة في البروستاتة لذا لو لاحظت أن البول يظهر عليك ومصحوب بالدم عليك أن ترى الطبيب على الفور لكي يفحصك ويعلم سبب هذه الحالة الغريبة أزرق الكثير من الأدوية والكثير من الأصباغ في الطعام يمكن أن تؤدي لجعل البول بلون أزرق وهذا يعني نتيجة لخلل في الكثير من الأنظمة في الجسد مما يسبب لك مشاكل كثيرة ربما تجعلك تتعرض لخطر في حياتك لذا لو رأيت أن البول الخاص بك لونه أزرق قم بزيارة الطبيب على الفور يعود هذا اللون نتيجة لتناول الكثير من العقاقير والكميات الكبيرة من الفور المدمس والبطاطا والألوة وقال الكثير من العلماء أن هذا يعني زيادة نسبة النحاس أو الفينول أو ربما أنك تكون مصابا بصراطن الجلد لذا من الأفضل لك لو شعرت بأن اللون أصبح بنيا غامق أو أسود أن تزور الطبيب على الفور الآن قد علمنا ما يعنيه لون البول الخاص بنا ونحن الآن سنخبرك كيف تعلم أنك مصاب بالجفاف وما الذي يجب أن تقوم به لكي تجعل نفسك مصابا بالرطوبة جفاف الجلد هناك الكثير من العلامات التي ربما تصاب بها وتعني أنك مصاب بالجفاف يعتبر جفاف الجلد واحدا منهم لو رأيت أن جلد بشرتك جاف فهذا يعني أنك مصاب بجفاف كبير كما أن هذه المياه بكمية الشرب التي نشربها تجعلنا نحافظ على نظارة الجلد ونحافظ على صحتنا من أي خطر قد نتعرض له لو كنت تشعر بالدوخة وعدم الاستقرار أو كنت تشعر أنك على وشك الغثيان قم بشرب مياه على الفور ربما أنك تكون مصابا بالجفاف ونقص كمية المياه في جسدك تجعلك تشعر بالدوخة في هذا الوقت لتجنب هذا الشيء قم بوضع زجاجة مياه بجانبك طوال الوقت لكي تشرب منها باستمرار لكي تحافظ على جسدك رط ولا تتعرض للإصابة بالجفاف الضمأ واحدة من الأشياء التي تعني أنك مصاب بالجفاف هو كثرة شعورك بالضمأ بالرغم من أن هذا يعتبر شيئا هام ويعجب أن تأخذه بعين الاعتبار إلا أن الكثير من الناس لا يلاحظون هذا الشيء فحينما تشعر بالضمأ فهذا يعني أن جسدك يحتاج للمياه على الفور لذا تجنب إهمال هذا الشعور كثيرا حتى لا تتعرض لمشاكل كثيرة في حياتك ومن أكثر الفوائد التي تعود على تناول المياه بكميات كبيرة هي أنها تجعل معيدتك مليئة ولا تشعر بالجوع وتفقد أموالك على أشياء كثيرة لا قيمة لها كما أن شرب كميات كبيرة من المياه ربما يطور من أداء عقلك ويمدك بالطاقة ويجعلك تتجنب الإصابة بالصداع والكثير من الفوائد الصحية هذه تعتبر الكثير من العلامات التي تخبرك أنك مصاب بالجفاف ونحن الآن سنعرض عليك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها لتتمتع بالرطوبة في جسدك حافظ على أن تترك بجانبك زجاجة مياه طوال الوقت قم بشرب المياه بمجرد أن تستيقظ في الصباح واشرب المياه بعد كل وجبة واخرص على شرب المياه بين كل وجبة وحينما تشعر بالجوع قم بشرب مياه على الفور فهذا سيجعلك تشعر بالشبع وسيبعد عنك كل إحساس بالجوع والتعب لذا يجب عليك أن تتبع كل تلك النصائح ولا يجب عليك أن تهمل صحتك لو شعرت أن اللون أصبح متغير أو أن الرائحة أصبحت مختلفة عما كنت تعتاد عليها من قبل ولو شعرت أن اللون تغير احرص على شرب المياه ومن ثم قم بزيارة الطبيب حتى يخبرك بحالتك الصحية لو كنت تواجه أي مشكلة سيتمكن من حلها لك على الفور حتى لا تتضاعف وتعرض حياتك للخطر هل تعلم أي نصيحة أخرى يجب اتباعها لتجنو الإصابة بالجفاف؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة